هنقول لو المية قلت هتعمل ايه ولو المية زادت هتعمل ايه طب هي لو نبتدي لو قلت لان حضرتك قلت مرضى الضغط او حاجات معينة ممكن يزودوا عن الاثنين تلاتةcessors مين اللي ممكن يزودوا ومين اللي ممكن يقلت ويهه الاضرار بتاعة اللي مية تبقى ليلا احنا قلنا في الاعتبار ان كمية المية الطبيعية من اثنين لتلاتةṇa طب مع وضع في الاعتبار المرض لو امراض مزمنة مع وضع في الاعتبار السن الأطفال بيحتاجوا كمية مية برضو كبيرة لأن فيه طاقة حركية كبيرة يبقى الأطفال بيحتاجوا مية أكتر كبار السن يحتاجوا أكتر زو الأمراض المزمنة يحتاجوا أكتر لأن لو مريد كولا أو ارتفاع ضغط دم أو سكري لازم يشرب مية كتير عشان يخف في السموم ونسبة السوديوم اللي بترفع ضغط الدم في صورة إيه يعني كده ضغط العالي المية الكتير تفيده صح تقلله طب الضغط الواطي ليه أي علاقة بالمية؟ بالضبط المية مهمة في الحالتين بس الضغط الواطي أنصحه بعدم زيادة المية ليه؟ زيادة المية بيقلل نسبة اتزان عنصر السوديوم في الدم فهيساعد في انخفاض الضغط هيبدأ بصداع وممكن يوصل لقيق أو في حالة من الإرهاق والإعياء الشديد فبالتالي أنا ما زودشي شرب المية عن الحد الطبيعي مش معنى كده أن لا ده أنا مريض ضغط منخفض فماشربش مية لا أنا أشرب مية بس بالشكل إيه؟ الطبيعي ما زودش عن الحد الطبيعي نعم شوزور إحنا نفسه نسعد باللوم الأطفال اللي هو يبقى عارفة اللي هو رايح جاي على الديسبنسر ولا على التلاجة في الصيف ولا فاللي هو يا ابني أنت فيه إيه؟ تفاتح الحلفية في بقك فده كده كويس دي طبيعة الأطفال يشرب كتير ظاهرة صحية جدا لو تقوله خلي بالك تقيس أنت محتاج مية ولا مش محتاجها من لون البول آه لو لون البول بعد اللون البرتقاني أو بدأ يبدأ برتقاني لأغمق لأغمق بدرجات parameters هذا أصفر داكن لم لا بعد البرتقاني بدرجاته للأغمق ده معنى كده أن فيه حالة جفاف شديدة في الجسم آه كل ما اللون يبقى غامق كل ما غمق يبقى فيه جفاف في الجسم فيه جفاف في الجسم ده فإيه في حالة جسما فإن ما فيه عدوية تغير شكل البول ما احنا بنقول نخلي بالنا مع وضع اعتبارات اه مع وضع اعتبارات لو فيه أدوية اه طبعا نتكلم في العادي بقى لو ما يير أدوية نتكلم عن شخص عادي جدا ما بياخدش دواء وبعدين اللي بياخد دواء بيغير لون البول اكيد الدكتور بيقوله او بيقرأ في الرشاق يقرأ بيبقى مكتوب اه طب ايه لون البول الطبيعي الاصفر الفاتح للبرتقاني الفاتح اغمق اعرف ان فيه حالة جفاف في الجسم اللون ماينفعش يبقى ابيض شفاف احنا فيه ناس بتفرح جدا البول الحمد لله ابيض شفاف انا كده الكلة سليمة والدنيا جميل لا انا كده بزود نسبة المية في الجسم ممكن يحصل تورم في بعض الاعضاء الداخلية في الجسم لو احتباس مية وخصوصا الكلة لو حد بيشرب مية بزيادة يعني يبقى المية الزيادة تعمل تورم في الجسم او تورم في الكلة تحتبس في الجسم وتورم في القلب في عضلة القلب او في الكلة وبتظهر في صورة ان البول ابيض او شفاف هو مش ربنا ادينا زي حساس كده زي اللي في العربية ان انا بحس انا محتاج مية ولو لا هو ده المفروض احنا نحسه بس احنا نسينا الحاجة الحلوة اللي ربنا بديهننا دي وبقينا مع زحمة المك انا بوزت في الجسم جانبا بديهننا ديه مقاعب على Okay